اهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند اول حاجة هبدأ اتكلم عليها موقف كأس الامم الافريقية وموقف كأس العالم للاندية وانا عارف الناس الان من كتر الاخبار اللي بتترددت خلال الساعات الاخيرة بخصوص موقف البطلطين لان طبعا الحمد لله والفضل اللي ممكن احنا هنا اول ناس من حوالي شهر ونص او شهرين كلام ده كان في 28 اكتوبر طلعنا وقلنا يا جماعة اخدوا بالكم في مشكلة كبيرة جاية الاتحاد الدولي حط معاد كأس العالم الاندية خلال منافسات كأس الامم الافريقية وقلنا المشكلة دي هتظهر لما الفيفا هيعلن الموعيد رسميا والحمد لله دايما برامج التريند بيكون عنده الساب وبيبقى عارف اللي جاي ايه خلال شهر وشهرين ونورنا كده لمبة حمراء وقلنا او قلنا في مشكلة اخدوا بالكم انها هتحصل والمشكلة زادت تعقيدا بعد ما نشرت في 48 ساعة الماضية الموعيد الرسمية اللي الفيفا طلب فيها ان الاندية ترسل القيمة المبدئية او القيمة الاولى والقيمة النهائية و3 يناير هو معاد ارسال القيمة المبدئية ده اخر معاد 35 لعب منهم اربعة حراس مرمى و24 يناير ده الموعد النهائي اللي ترسل فيه القيمة المختصرة الاساسية اللي هتلعب في البطولة 23 لعب من ضمنهم 3 حراس مرمى وطبعا هذه الموعيد لو قرناها بموعيد كأس امم افريقيا يعني مش هتكون حتى منتخبنا لعب دور الستاشر فالالألة بقى زاد والمشكلة كبرت والناس حست ان في حاجة مش مزبوطة بتحصل وممكن الامر ده يضر النادي الاهلي الان خرج المهندس احمد مجاهد وقال تصرحات البعض اعتقد انها ممكن تكون ايجابية ومبشرة والنادي الاهلي بتأكيد تعامل مع التصرحات دي على انها خطابات رسمية والتصرحات رسمية واصدر بيان واكد فيه ان الامور الحمد لله اتحاد الكرة بيحلها وبيصق في قدرة اتحاد الكرة المهندس احمد مجاهد بناء على تصرحات ان الامور هتتحل خلال الفترة اللي جاي طيب ايه الجديد في البطولة بصوا عشان اجيب لكم من الاخر وباختصار الازمة فين وهتتحل ازاي اذا اتحلت اذا اتحلت يوم 30 نوفمبر افتكروا اليوم ده بالذات لان خلال الفترة الجالة اما القضية تتحل هطلع اقول لكم احنا يوم 30 نوفمبر قلنا ايه قلنا وقتها في مشكلة ما بين الاتحاد الدولي والكاملون على اقامة كأس الامم في الفترة دي والاتحاد الدولي خلال الفترة الحالية محتاج ياخد تصويت اوروبا على اقامة كأس العالم كل سنتين اقدر ياخد تصويت القرى الافريقية على اقامة البطولة كل سنتين مش متبقي الا الاتحاد الاوروبي ودي نقطة يعني معضلة بالنسبة للفيفا وارسين فنجر وجيانا انفنتينو عشان يطبقوا المقترح والفكرة اللي عايزين يعملوها خلال الفترة اللي جاي طيب من ضمن الازمات والمشاكل اللي ممكن تعوق هذه البطولة كأس الامم انه هو اللعيبة الافرقى المحترفين في الدوريات الاوروبية مش هيلعبوا خلال هذه الفترة ويكونوا موجودين في الكاميرون فبالتالي الاتحاد الدولي عايز قدر الامكان يحرك معاك بطولة كأس الامم في فترة تانية او البطولة ما تتلعبش خلال هذه الفترة او في ظروف استثنائية ممكن في الكاميرون تعوق اقامة البطولة فبالتالي تتأجل او تتلغي طيب الكلام ده خدوا بالكوا بقالوا فترة بيتقال بس ابتدت الناس تركز فيه لما ابتدى الامر يخص النادي الاهلي وانا برضو هنا في احدى الحلقات في برنامج التريند قلتوا خدوا بالكم جزئية مهمة جدا في مشكلة وفي خناء على كأس الامم الافرقية مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الاوروبي والدوريات الاوروبية بس من سوق حظنا ان احنا دخلنا ما بين السطور او دخلنا ما بين كواليس هذه القضية لان الامر اصبح متعلق ان الاهلي عنده بطولة دولية الفيفا حطاه في المعدة وهو عارف يحط المعدة ليه انك هتلعب كأس عالم اندية خلال منافسات كأس الامم فبالتالي اصبحت انت جزء من المشكلة لكن الحل مش عندك والقرار مش عندك وبالمناسبة والقرار مش عند الاتحاد الافريقي هي المشكلة هتكون ما بين الاتحاد الدولي والكاميرون بعد كأس فيفا للعرب هيكون فيه قرار القرار يا اقامة البطولة فيه موعدها وده اللي الكاميرون بتحارب عليه بكل قوة الكاميرون بتحارب بكل قوة للدفاع عن فكرة انه هي جهزة لاستضافة كأس الامم يا اما الاتحاد الدولة هيكون عنده مبررات عديدة جدا يقولها للاتحاد الافريقي ان البطولة صعبة تتلاقي في الفترة دي الناس هتقول لي تبقى علاقة الاتحاد الدولي بالموضوع لجنة التفتيش اللي موجودة حاليا في الكاميرون للتفتيش على الملاعب مشكلة ما بين اعضاء في الاتحاد الدولي واعضاء في الاتحاد الافريقي موظفين في الاتحاد الدولي وموظفين في الاتحاد الافريقي بالاضافة لده كمان لجنة تفتيش لغاية اللحظة دي ما طلعتش اي قرار او طلعت اي توصية بخصوص رؤيتها للملاعب الناس منتظرة عاقب يوم السبت القادم هيكون فيه تحرك بقى بشكل كبير لفكرة كأس الامم هيتلعب ولا مش هيتلعب الفيفا عنده مقترح وعايز يأجل البطولة بس مش معروف هيأجلها الامتى لان اخدوا بالكم فكرة تأجلها للصف لازم الناس تاخد بالها هي البطولة كانت في الصف ورجعت لي في يناير لان الكاميرون الظروف المناخية ليها في شهر ستة تعوق استضافة اي مباريات الامطار والسيول والاجواء والمناخ في هذه الفترة في الكاميرون بتبقى امطار وسيول لدرية كبيرة جدا فصعب انك تنظم مباراة مش بطولة فالبطولة لما كانت هتلاح في ستة وترحلت او اتقدمت ليناير بسبب الموضوع ده بسبب الظروف المناخية ففكرة ان الفيفا يقول اجلها لستة خدوا بالكم الظروف المراخية هتكون مشكلة فهي الفكرة يا تتلعب في معادها يا اما ما تتلعبش في معادها وهنا هتبقى مشكلة الاهلي اتحلت من خلال الاتحاد الدولي مع الكاميرون الدولة المنظمة لكن الكاميرون بتحارب على ان هي جاهزة لاستضافة البطولة لان هي شايفة ان هي بقالها ست سنين بتحضر للبطولة وخلال الشهر الاخير كان فيه تفاصيل كتيرة الحمد لله احنا يمكن طلعنا منها تفاصيل وطلعنا منها خطابات رسمية والكاميرون كان بترد على الخطابات الرسمية دي الى ان جاء وفد رسمي من الكاميرون الى القاهرة وحضر الجمعية العمومية وكان بيدافع باستماتة على فكرة استضافة البطولة والاتحاد الافريقي اعلن وقتها ان الكاميرون ان شاء الله خلال الشهر المتبقع يكون جاهزة لاستضافة البطولة اذا بننتظر التحرك الرسمي واي قرار رسمي هيصدر بس مش النهاردة ولا بكرة بعد مباراة كأس فيفل العرب في الدوحة وبعد ما تخلص كأس البطولة العربية هيبدأ الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعني يركز بقى وكل جهوده مع الكاميرون خلال العشر تيام اللي جاية طيب فيه ناس تقول لي ما هو ممكن البطولة تتقدم هتديكم مسال صغير كده ركزوا في تفاصيله لما تيجي تتكلم على بطولة قرية في اجندة دولية زي كأس الامم ما تقولش البطولة هتبدأ 9 يناير لا ركز على اول يوم هتبدأ فيه المنتخبات استعداداتها لان دي بداية الاجندة الدولية اذا بداية الاجندة الدولية استعدادة لكأس الامم هتكون يوم 26 او 27 من الشهر الجاري النهاردة كان في شهر ديسمبر النهاردة 14 يبقى من 14 ل 27 بنتكلم في 13 يوم لو خلال 13 يوم مفيش اي قرار صدر بمناسبة كأس الامم البطولة في معادها وهتتلعب لان خلاص كل المنتخبات هتستدعي العيبة المحترفين لبالعام في الدولية الاوروبية ابتداء من 27 ديسمبر عشان يبدأوا المعسكر فبالتالي البطولة خلاص في معادها فانت هتتكلم على العشر او الاثنشر يوم الجايين في قرار هيصدر مفيش قرار يبقى البطولة في معادها ولو البطولة هتتقدم هيبقى من الاستحال ان اي قرار يطلع للبطولة هتتقدم ليه؟ لان بدل ما الاجندة هتبدأ 27-12 هتضطر يتقدمها وتبدأ يوم 22-12 يعني هل تخيلوا عقب لقاء السوبر الافريقي على طول المنتخب يبدأ استعداداته لكاس الامم ما البطولة هتتقدم بدل ما تتلاعي بتسعة مسلا تتلاعي بخمسة او ستة فالاجندة بدل ما تبقى 27 هتبقى 22 ركزوا في التواريخ دي عشان هي لا تديكم المؤشر للفترة الجاية ايه القرار اللي هيطلع عموما هننتظر ونشوف الساعات الجاية ايه اللي هيحصل بس من بعد يوم السبت البعض كان اجتهد وقال ان في اجتماع لجنة الطوارئ النهاردة برضو الحمد لله ممكن اول ناس قلنا ان في اجتماع لجنة الطوارئ من يوم الجمعة اللي فاتت بس خدوا بالكوا هو الاجتماع ده جيبهنا على ايه او التصور ده جيبهنا على ايه انها عملنا اتصالات بأعضاء في المكتب التنفيذي قالوا مفيش اي حاجة جت لنا بخصوص طلب الاهلي لتقديم كأس الامم الامر ده طارق فلازم يتعرض على لجنة الطوارئ اتكلمنا مباشرة مع اعضاء في لجنة الطوارئ اللي فيها الرئيس رئيس الاتحاد الافريكي والخمسة النواب بالاضافة المهان ثانية بوريدة والفوز لجع رئيس الاتحاد المغربي فبالتالي اللجنة فيها حوالي 8 اعضاء احد الاعضاء قال لي شخصيا لغاية اللحظة دي اللي بكلمكم فيها مفيش حد بلغنا باجتماع لجنة الطوارئ اذا احنا هنعمل هولد خلال الفترة الجاية لغاية لما يكون فيه قرار بس امتى القرار يعني غالبا بالنسبة كبيرة جدا تخلص منافسات كأس فيفا للعرب ونشوف الفترة الجاية يحصل فيه ويبقى الكلام كله في اطار العشر تيام اول الاثنشر يوم الجايين قبل بداية الاجندة يوم 27 ديسمبر ده الموقف الخاص بكأس الامم الفيفا عايز يدافع عن فكرة البطولة تلاقي في توقيت تاني وممكن يكون داخل فيها مشاكل تسوقية ومشاكل خاصة بالرعاية فيبقى مبرر لترحيل البطولة او تأجيلها وعدم جهزية الكاميرون ايضا وفي نفس الوقت الاتحاد الافريقي بينتظر القرار والكاميرون بتحارب زي ما بقول لكم بتحارب على استضافة البطولة والتحدي ده من الكاميرون هيزيد اكتر بعد نجاح سامويل اتو رئيسة للاتحاد الكاميروني لانه النهاردة تم تعيين سامويل اتو نائبا للرئيس اللجنة العليا للجان كأس الامم ودي اعلى لجنة مختصة بتنظيم كأس الامم من اللجنة المنظمة المحلية فبالتالي الامر هيكون لعلاقة بقى بسامويل اتو وبداية سامويل اتو مع الكرة الكاميرونية وصدفة كأس الامم واول مرحلة رسمية ليه مع بطولة كبيرة الكاميرون بتصدفها بعد حوالي خمسين سنة طيب دي اول حاجة متعلقة بكأس الامم الافريقية وكأس العام الاندية والطلق الموعيد والغاية للحظة دي على فكرة والكلام ده رسمي من مصادر في ادارة المسابقات في الفيفا كأس العام الاندية في موعده من 3 الـ 12 فبراير ولم يحدث اي تعديل خلال هذه الفترة طيب نروح با